في اليوم السابع من تواجد البعثة الطبية الجزائرية في غزة على مستوى المستشفى المعمداني صباح اليوم في حدود ساعة الواحدة صباحاً كان هناك قصف في حي صبرة في مدينة غزة وقصف الثاني في جباليا وبالأحرى في جنوب جباليا يعني في الجهة المحاذية لمدينة غزة سقط على إثر القصفين هذا عدد من الشهداء والمصابين بدأت سيارات في التوافد على المستشفى المعمداني والحمد لله تجند الفريق بإضافة إلى إخوانه من الدكاترة والممردين هنا على المستشفى قسم الطوارئ تم التكفر بالحالات فقدنا بعضها كان مما فقد أحد أفراد الدفاع المدني أو الحماية مدنية كما نسميه قصفت سيارة أثناء العمل بالإضافة إلى سقوط عدد من الجرحى أيضاً بأفراد الدفاع المدني فعموماً هذا هو الحال حتى في الفترات التي لا يكون فيها استقبال للمصابين القصف متواصل على حافظة الشمال من جهة بيتلاهيا وبيتحانون وعسكر جباليا مع الأسف ليس هناك منظومة صحية مستشفى هناك خارج عن خدمة ليس هناك سيارات إسعاف فيه من المصابين من يبقون تحت الركام لأيام هناك من أكرمكم الله تنهى أجسادهم الكلاب كما هو مشاهد في كثير من الصور وهذا هو الحال مع الأسف كل يوم نفس المشاهد ليس هناك بصيص أمل ينبئ بإمكانية تغير الوضع الوضع باقي على ما هو عليها ترجمة نانسي قنقر